طيب الرسالة التانية أو الكلام التاني اللي عايزة أوجيهها الحقيقة مرتبط بجمالي نادي الأهلي لأن إحنا ما فاتش 48 ساعة على السوبر وابتدى الضرب من حتة تانية فأرجو تماما الانتباه أخد بالك أنه دورك السندي يعني أعتقد أنه ما فيش هزة حصلت أو ما فيش مشكلة حصلت من أول ما الموسم ابتدى لغاية اللحظة اللي أنا بكلم حضراتكم فيها الأهلي علامة كاملة كل الماطشط اللي لعبها في دوري أبطال في دوري محلي في كالسوبر كسبها كل المطشط اللي لعبها جوا لعبها برا كسبها كل المطشط اللي لعبها مع فرقة كبيرة فرقة صغيرة كسبها شبكنا لم تستقبل أي أهداف أداءنا الحقيقة سايبت في كل المطشط شكل الكورة في الأهلي مع كولر حاجة مبشرة جدا ومحترمة رغم أنه ما فاتش لسه في الموسم 5 مطشط يعني أنت بتتكلم لسه على البدايات يعني الراجل ده أكيد 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 وأنا لو ما فهمش حاجة خالص في الكورة أقولك أنه لسه قدامه خمس ستة مطشاط تانين على الأقل لغاية لما يبتدي يبان شكل الأهلي أو شكل كورة الأهلي مع مرسال كولر ومع ذلك الناس كلها راضية فخد بالك من أي محاولة لإفتعال المشكلات والمشكلات بتحصل دلاتي من بوابة إيه؟ من بوابة الأساسيين اللي ما بيشاركوش أو اللعيبة النجوم اللي ما بيشاركوش مع كولر أو ما بياخدوش فرصة كاملة مع كولر أو اللعيبة نبتظهرش مع كولر بشكل أساسي فابتدى الضرب من الحتة دي الراحلون في يناير من دلوقتي هم نتكلم أنه إحنا إسا بنقول يا هادي ملعبناش غير مطشين في الدولة يوم الأربع هنلعب المطش الثالث فالناس بتقولك الراجل مش مقتنع بأنا مش هقول أسماء بس إنتوا عارفين كواس جداً يمكن أنا بتكلم على مين اللعيبة اللي ما بتظهرش مع أهلي وكان ليها دور أساسي طول السنوات اللي فاتل كلها لعبة كبيرة كلها نجوم كبيرة جداً ومؤثرين جداً ففكرة أنه الراجل مش مقتنع وأنه الراجل عايز الناس دي تمشي وأنه الراجل عايز يتخلص من الكلام ده بقينا نغمة بتدت تتردد كده اليومين دول أرجو أرجو من جماهير النادي الأهلي لانتباه ومعتقدش أنه اللي تقدم لغاية الوقت يستحق منك أي حاجة تانية غير الدعم